أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر تحقيق عدد من الإنجازات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بنحو 600 مليون جنيه في محافظة أسيوت وأوضح شاكر أن ذلك يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد واستمرار عمليات التنمية الشاملة في محافظات مصر كافة والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة لتلبية احتياجات التطور في استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة